مما تابعناه في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي لا يبدو أن المجتمع الدولي سيقف مكتوف الأيدي أمام الأنشطة الإيرانية ففي تبعات الهجوم على ناقلة نفط في بحر العرب مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران بدفع ثمن الهجوم الاتهام البريطاني لإيران بالضلوع في هجوم الناقلة يحظى بدعم واتفاق أمريكي كما تبعناه في المقابل هددت الخارجية الإيرانية بالرد على أي مغامرة محتملة ضدها مؤكدة أن مزاعم لندن وواشنطن بشأن ضلوعها في الهجوم على ناقلة النفط لا أساس لها واستفزازية فهل هي مقدمة تصعيد جديد؟ من واشنطن ضيفنا الليلة الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كيفين والينغ أستاذ كيفين أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار استمعنا معا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يتحدث عن هذا الملف بالتحديد وتأكيد هذه المرة وثقة من الجانب الأمريكي بأن إيران وراء هذا الاستهداف وبالتالي هل نتوقع بحسب ما استمعنا إليه الآن ردا دوليا مشتركا على هذه الاستفزازات التي رأى فيها أنها ليست الأولى من نوعها نعم أعتقد أن هذا ما سيحدث وقبل ستة أشهر كان هناك تأكيد على تعددية الأطراف وهذا يعني إشراك الحلفاء ليس فقط في المنطقة إنما حول العالم في الرد على أي استفزازات إبزازات سواء من روسيا الصين أو إيران ولذلك إدارة بايدن تعمل على هذا المبدأ وتشرك إسرائيل ومملكة المتحدة من أجل تنسيق رد على هذا الهجوم وهو طبعا هجوم فتكون أودى بحياة شخصين ولذلك هذا أدى إلى خوف العديد من البحار الآن بعدما حدث ولذلك هناك انتظار رد متعدد الأطراف ضد هذا النظام وخصوصا في الأيام المقبلة حدث الناقلة هذا كما ذكرنا سيد كافن ليس الأول من نوعه بين إسرائيل وإيران الفترة الماضية تخللها حوادث يعني عرضت أمن الملاحة في هذه المنطقة للخطر وقد قال ذلك بكل وضوح وزير الخارجية قبل قليل لكن ما الذي يجعل هذا التطور هذا الهجوم هذه المرة مختلفا عن سوابقه وهل يمكن بالفعل أن يؤدي لتصعيد في المنطقة؟ هذا سؤال جيد من شقين أولا هذا الهجوم مختلف لأن ميرسير ستريت هي سفينة مدنية وكانت قريبة جدا من ناقل الطائرات يويس إيس ريغان رونالد ريغان ولذلك هذا كان بمقربة شديدة من القوة الأمريكية وهذه سفينة مدنية وهذا له دلالة كبيرة بطبيعة الحال ومقلق للغاية لأنتوني بلينكين وكذلك لكل العاملين في وزارة الدفاع الأمريكية لذلك أعتقد أن هذا سيؤدي إلى تصعيد وتوتر نعرف أن هناك رئيسا جديدا في إيران سينصب يوم الخميس وسنرى أمريكا ترد بشكل متناسب على هذا النظام الجديد في طهران لكن سيد كافن بما أنك ذكر طهران بتحديد الخارجية الإيرانية قالت في ردها سنتابع هذا الرد على اتهامها بشن هذا الاستهداف لناقلة النفط أي مغامرة ضد أمن إيران القومي ومصالحها ستجاب برد سريع وقوي وبالتالي لا تقبل طهران أي اتهام مباشر إن كان إسرائيلي إن كان روماني اليوم موقف جديد بريطاني أو أمريكي ما السيناريوهات المتوقعة الآن وإلى أي مدى يمكن أن يتخطى رد المشترك رد ديبلوماسي؟ هذا سؤال وجيه بطبيعة الحال هناك العديد من أشكال التنسيق بين إسرائيل وأمريكا وبريطانيا في ردود كهذه وأود أن أقول إن أي رد لن يصل إلى تصعيد عسكري شامل لكن بطبيعة الحال وكما قال بلينكين وكما قال النظيره دوميني كراب من بريطانيا وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون هناك رد لا محال لكن بطبيعة الحال هناك مسارات عديدة يمكن استخدامها من أجل الرد على هذا الهجوم قد يكون هناك انتقام ضد تلك الأماكن التي شنت الهجوم أو أولئك الذين تعاملوا مع النظام الإيراني من أجل إطلاق مسيرات وربما قد يكون هناك استهداف لسفن ونقلة بحرية إيرانية لذلك هناك سيناريوهات مفتوحة المملكة المتحدة تعمل مع أمريكا وإسرائيل من أجل الرد رأينا أيضا أن هناك سفير إيراني في لندن استدعية بسبب هذا الحادث وذلك من أجل التنديد بما فعل في بحر العرب لذلك سيكون هناك أعمال ديبلوماسية وكذلك تصعيدية لرد بشكل تناسبي كيفين ونحن نتحدث الآن في تصريح لسكاي نيوز عربية من البنتاجون يفيد بأن تقييم البنتاجون لاعتداء إيران على ناقلة النفط مختلف هذه المرة كما سبق وذكرت لنا الآن والخيارات كلها مفتوحة كما أشرت في تحليلك الآن وبالتالي لابد أن ننتظر لربما ردا دوليا مشتركا ما بين هذه الدول على أنشطة إيران وكان في تحذير مرارا من هذا الأمر لكن أتساءل في هذا الإطار هنا كيف يمكن لهذا التطور ولأي رد محتمل أن يؤثر على الملف الأهم بين واشنطن وطهران ملف الاتفاق النووي هذا سؤال ممتاز بطبيعة الحال رأينا أن هذه المحادثات توقفت وكانت هناك بعض التأجيلات والتسويفات وحدثت هناك تقارير فيما جعلت هذه المفاوضات تصبح أكثر صعوبة بالتأكيد هناك حلفاء ينتظرون هذا النظام أن يأخذ ويتولى السلطة يوم الخميس وتكون هناك حكومة جديدة لأنه يقال إنه سيكون هناك فريق جديد لذلك لن تبرز أي ملامح للمفاوضات في فينا إلا بعد نحو أسبوعين من الآن على الأقل نعرف أن هناك سقور المتشددين يشغلون الآن الحكومة الإيرانية وهم مختلفون عن حكومة روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ذريف إذن هذا بطبيعة الحال يجعل الأمور أصعب في الأشهر المقبلة شكرا جزيلا للمشاركة معنا الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كيفين وولينغ حدثنا من واشنطن ترجمة نانسي قنقر